بتهمة إساءة استعمال السلطة بدأت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد في محكمة صلحي جزاء عمان النظر في قضية فساد مشتكى عليه فيها أحد الأمناء العامين بإحدى الهيئات المستقلة وأسندت نيابة العامة للمشتكى عليه كذلك تهمة تزوير مصدقة كاذبة واستخدامها لعدد من الموظفين وجرى تحويل القضية للمحكمة من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضمن قضايا فساد أخرى منظورة أمام القضاء استمعت المحكمة المختصة لشاهد جديد في قضية إساءة استعمال السلطة المتهم فيها أمين عامي إحدى الوزرات ومدير مكتبه